وكمان زي ما وعدت حضراتكم النهاردة حواري الرئيسي في ضيفتي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج حول الموضوع المهم اللي انا فرحته مع حضراتكم منبارح والجائزة الكبرى اللي تم منحها للمصريين في الخارج والحمد لله اللي عملت صدى اكثر من رائع اكثر من رائع يعني انا متأكد ان الوزيرة من منبارح للنهاردة ومن اول مبارح كمان من وقت المؤتمر الصحفي صباح اول امس وهي تتلقى التهاني ومتأكد كمان انها بتتلقى الدعوات بس يمكن سرا على الانجاز المهم اللي تم وده الدليل زي ما قلنا مبارح على انه المسؤول هدفه المسؤول هدفه المفروض طول الوقت انه الناس تبقى راضي عنه الناس تبقى راضي عنه هو مسؤول ومحطوط في هذا المنصب عشان يخدم الناس فكلما كانت الناس راضي عنه وبتدعيله وبتقول له الله يباريك لك ومتشكرين ايه ما صح كانت الآفة والمشكلة عندنا زمان والحد دلوقتي بعضهم بيعمل كده بس يعني مش لازم نقول بعضهم مين دلوقتي انه المسؤول الوزير او المحافظ او رئيس الحي اي حد بيتم تعيينه في منصب بيبقى هدفه ارضاء اللي اعلى منه الوزير بيبقى طول الوقت شايف انه عايز يرضي رئيس الوزراء عشان لما يجي التعديل اللي جاي رئيس الوزراء ما يشيلوش وطبعا رئيس الجمهورية لانه هو الامر الناهي والمحافظ كذلك ورئيس الحي كذلك واي حد للأسف كذلك في حين انه هو لو فهم حقيقة موقعه ومنصبه انه هو المسطر او السيد بتاعه ومقيم خدمته وانه المفروض يرضى عنه هو الناس الوضع يختلف تماما تماما لكن الحمد لله ان الدولية بتتغير واحدة واحدة